السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور ريدا الواحي حلقتنا النهاردة استكمالا لسلسلة علاجات الصلاة الوراثي واعادة انبات الشعر وموضوع حلقتنا النهاردة عن الدرما رولر طيب ايه هي الدرما رولر وايه فايدتها للشعر طيب نستخدمها ازاي ونستخدم مقاس كام بالزبط طيب ممكن نستخدم حاجة بعدها ولا لا وايه هي محاذير الاستخدام هنجاوب على كل الاسئلة دي بس بعد الفصل ونجاوب على السؤالات الاول اللي هو ايه هي الدرما رولر درما رولر هي عبارة عن اداة تشبه فرشات الاسنان بنهايتها بقرة دورة بتحتوي على سنون بتستخدم لعمل سكوب او قنوات في الجلد طيب ايه فايدتها للشعر اول الحاجة يما بمررها على فروة الرأس بتعمل سكوب او قنوات دقيقة في الجلد وده بيقدي الى تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي فهي بتزود من كمية الغزاء والاكسوجين الوصلة الى بسيلات الشعر وبالتالي فهي بتنشط بسيلات الشعر الضعيفة والمنكمشة بتنشط بسيلات الشعر الضعيفة والمنكمشة وده بينتج عنه ايه? ان هي بتمنع من تساقط الشعر بتعالج الشعر التالف كمان بتعمل على تسريح انبات شعر جديد. تاني حاجة بتعمل على تجديد خلايا فروة الرأس. بتجدد خلايا فروة الرأس في المنطقة اللي بنتبقها عليها. تالت حاجة بتزود من انتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم بنسبة اربعمية في المية. يعني اربع اضعاف النسبة الطبعية. وزيادة الكولاجين بتؤدي الى زيادة الاحماض الامنية. واهمها البرولين. البرولين ده بقى بيساعد في بناء بروتين الكيراتين. وبروتين كيراتين بيساعد في بناء الشعر. ليه? لان الشعر بيتكون اساسا من بروتين الكيراتين. كمان الكولاجين ليه خواص مضادة للاجسادة. وبالتالي فهو بيمنع تلاف وسيلات الشعر. ازاي? لانه بيحارب الجزور الحرة اللي بتسبب تلاف وسيلات الشعر. كمان ضمن مميزات الكلاجين انه بيمنع تساقط الشعر المرتبط بالتقدم في العمر. كمان بياخر من ظهور الشيب المبكر. رابع حاجة من مميزات الدرما رولر ان هي بتزود من الامتصاص في فروة الرأس. يعني ايه? لما بمررها على فروة الرأس بتعمل سقوب او قنوات دقيقة. سقوب والقنوات دي بتسهل من امتصاص اي وصفة موضعية تستخدم على فروة الرأس. وبالتالي يفضل استخدام الدرما رولر قبل استخدام اي وصفة موضعية على فروة الرأس. ليه? لانها هتسهل وتزود من امتصاص المادة الفعالة. وكمان هتسرع من النتائج. ونيجي لطريقة الاستخدام. وطريقة الاستخدام دي للرجال والسيدات. بس قبل ما نبدأ الاستخدام لازم نعقمها باستخدام الكحولة سباين في المية او سائل الدتول. تاني حاجة نخسل الشعر بالشامبو كويس جدا ونجففه كويس جدا جدا عشان لازم تستخدم والشعر جاف. تالت حاجة ممكن نستخدم كريم مخدر موضعي على المكان اللي هنطبق عليه درما رولر عشان ما نحسش باي قلم. طب هنستخدمها ازاي في حالتين. الحالة الاولى لما يكون المكان اللي هنطبق عليه درما رولر اولا خالية من الشعر او فيه اثار حروق او اثار جروح قديمة. هنستخدمها ازاي? هنستخدمها اول حاجة. في اتجاه طولي. عشر مرات رايح جاي. عشر مرات رايح جاي. بعد كده عشر مرات عرضي. عرضي عشر مرات رايح جاي. بعد كده بطريقة تقاطق عشر مرات رايح جاي. كمان الناحية التانية عشر مرات رايح جاي. الحالة التانية في الاماكن اللي فيها شهر طويل. هنستخدمها ازاي? اولا هنمررها في اتجاه طولي فقط وفي اتجاه واحد فقط. ازاي? يعني هنمررها كده. طيب كده نرفع ونرجع نمررها ونرفع نرجع نمررها. ليه? عشان لو مررناها رايح جاي الشعر الطويل هيشبك مع اسنان الدرما لورا. طب هنستخدم ايس كام بالزبط يفضل في الاستخدام المنزلي عشان ما يحصلش اي ضرر. نستخدم ايس واحد ملي او واحد ونصف ملي. وبيفضل برضو في بداية الاستخدام نستخدم واحد ملي لمدة شهر. وبعدين نغير الى واحد ونصف ملي. طب هنستخدمها كم مرة? في اول شهر من الاستخدام يفضل استخدام الدرما رولر مرة واحدة اسبوعيا. مرة واحدة اسبوعيا يعني اربع مرات في الشهر. ومن تاني شهر ممكن نستخدمها مرتين في الاسبوع. مرتين في الاسبوع يعني تمن مرات في الشهر. وبعد ما نحصل على النتائج المرضية ممكن نستخدمها مرة واحدة بس في الشهر لعشان نحافظ على النتائج اللي حصلنا عليها. وفي ملحوظة هنا لما بنستخدم الدرما رولر بتعمل سقوب او قنوات دقيقة في فروط الرأس وده بينتج عنه احمرار وتهيج بسيط في الاماكن اللي تعاملت عليها الجلسة. وبالتالي نتجنب نتجنب استخدام اي وصفة موضعية على فروط الرأس قبل مرور ساعتين على الجلسة. قبل مرور ساعتين على الجلسة ممنوع استخدام اي وصفات على فروط الرأس. طب نستخدم ايه بعدها? بعد مرور ساعتين على جلسة يفضل استخدام وصفة او وصفة زيت النعناع او وصفة زيت اللفندر او زيت الجيوبة او زيت الارجان او زيت اللوز الحلو. ونتجنب استخدام اي زيوت زيت كسافة عالية على مكان الجلسة. زي ايه? زي زيت الخروع بانواعه وزيت جوز الهند. ليه? عشان نتجنب انسداد المسام مرة اخرى. وبتتميز الدرما رولر ان هي مفيدة في تساقط الشعر الكيربي. تساقط الشعر الوراسي. تساقط الشعر نتيجة تكيس المبايد او خلل في الارمونات او سوء. التغذية او نقص في الفيتامينات يعني مفيدة لكل انواع تساقط الشعر مهما كان السبب. ونيجي المحاذير الاستخدام. اول حاجة لو هنستخدم المينوكسجل او اي اسبري مع الدرما رولر. يبقى لازم تعدي على معادة جلسة ست ساعات. ليه? عشان الالكوحول ممكن يسبب تهيق في المنطقة اللي عملنا عليها الجلسة. تاني حاجة ممنوع استخدامها الاشخاص اللي بيعانوا من الاشرة مهما كان نوحها. ليه? لانها هتزود من المشكلة. تالت حاجة برضو ممنوع استخدامها مع الاشخاص اللي بيعانوا من اي نوع من انواع التهابات فروط الرأس. زي الاكزيمة او الصدفية. ليه? لانها برضو هتزود من المشكلة. رابع حاجة ممنوع على السيدات الحوامل. الحوامل ممنوع عليهم استخدام الدرما رولر. خامس حاجة يفضل عدم استخدام السيدات. المينوكسيدل مع الدرما رولر. ليه? لانه هيزود من شعر الوجه. هيزود من شعر الوجه. سادس حاجة يفضل استخدام الدرما رولر مسائلا. ليه? لانها بتزود من يعني بتزود من الحساسية للضوء الشديد واشاعة الشمس. وفي الاخر اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة وتكونوا استفدتم منها. اي استفسار سبهولي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.